رغم التطبيع مع المغرب إسرائيل لن تتجرأ على الدخول في الحرب مع الجزائر لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وهذا ليس لكم كل جديد تحدث الإعلامي الجزائري حفظ الراجع عن إمكانية حدود حرب بين الجزائر وإسرائيل على الحدود الجزائرية المغربية وقال الراجع في مقال نشره على موقع الجزائر الآن إن إسرائيل لن تغامر ولن تتجرأ على الدخول في حرب مع الجزائر لأنها تتكون خاسرة أكبر عسكريا وديبلوماسيا ورجع الصحفية الجزائرية سبب إلى عدم خوض الكيهان الصهيوني خروبا بل وكال إلا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتربطوا علاقات سياسية واقتصادية وتجارية جيدة مع الجزائر وأشار المعلق في قنوات بياسبور إلى وجود تسريبات تكشف رقبات إسرائيل في التواصل مع السلطات الجزائرية بشكل مباشر وغير مباشر وهذا في محاولة استبيع العلاقة مع الجزائر وأضاف أن الصهايين يريدون تمأنة الطرف الجزائري أن توجدهم على حدود الغربية لجزائر لا يهدد أمن الجزائر بقدر ما يهدف إلى الهيمنة على المغرب وقال حظ الدراج إن بعض المسؤولين الإسرائيليين وصفوا الشعب الجزائري بالعنيف والعنيد الذي بإمكانه التضحية بكل ما يملك من أجل وطنه خاصة ضد عدو محتل فضلا عن قوات الجيش الجزائري الذي يحتل المرتبة الأولى مغاربيا والثاني إفريقيا والثالث عربيا بفضل الأسلحة الحديدة التي يمتلكها وجهزته وقدراته القتالية العالية وأوضح المتحدد أن توجد الكريان الصهيوني في شامل إفريقيا يهدد المصلحة الأوروبية في القرى الصمراء ويجعل إسرائيل قادر على التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية للعديد من البلدان بدعم من أمريكا وهذا لمزاحمة أوروبا في إفريقيا ترجمة نانسي قنقر